صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الروكن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية من صنعا باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط أوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات الميليشية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل حيث يتخذ التحالف كافة الإجراءة لحماية المدنيين وأشار إلى أن المحاولات المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه الميليشيات وتؤكد إجرام من يقف وراءها كما أن السمرارة تبنيها لنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة الصخط الشعبي تجاهها وأكد العقيد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ترجمة نانسي قنقر